يحتوي المسجد الأقصى المبارك على العديد من المعالم الأسرية والتاريخية بداخله منها أسبلة المياه حيث حرص المسلمون على توفير المياه في المسجد فحفروا الآبار وأنشأوا الصهاريج والأسبلة لتخزين مياه الأمطار يعود إنشاء أسبلة المسجد الأقصى المبارك وعددها 14 إلى العصرين الأيوبي والمملوكي أما في العصر العثماني فقد جدد الكثير منها بأمر من السلطان سليمان القانوني وفي هذا التقرير سأتحدث عن بعض هذه الأسبلة دعونا نبدأ بسبيل الكأس الذي يعتبر من أشهر الأسبلة في المسجد ويقع أمام الجامع القبلي وتستخدم مياهه للوضوء وهو عبارة عن بركة استوانية الشكل تتوسطها ماسورة مياه وفيها 20 صنبوراً وأمامها مقاعد حجرية قيل أن سبيل الكأس بناه العباسيون لكن البناء الحالي يعول إلى عهد السلطان أبو بكر بن أيوب عام 1193 للميلاد أما عن بركة النارنج فتقع في الساحات الغربية للمسجد الأخصى المبارك أمام المدرسة الأشرفية بنيت في عهد السلطان المملوكي قايت باي عام 1482 للميلاد قامت لجنة أعمال المقدسات بترميمها وهي بركة مربعة الشكل طول ضلعها سبعة أمتار وفي وسطها صحن نافورة ولها 24 صنبوراً وعن صهريج الملك إيسا يقع في الجهة الغربية من ساحة المسجد الأخصى المبارك أسفل صحن الصخرة وأمام باب القطانين مؤلف من ثلاثة أروقة واستخدم أحد أروقته في عهد المماليك مخزناً للمحاصيل أنشأ الصهريج السلطان الأيوب عيسى عام 1210 ليكون خزاناً للمياه ويستعمل جزءاً منه حالياً عيادة طبية والجزء الأكبر عبارة عن مكاتب للأوقاف وأخيراً وليس آخراً سبيل قايت باي يقع في الجهة الغربية للمسجد الأخصى المبارك مقابل باب المطهرة وبناه السلطان المملوكي أبو نصر إيانال عام 1455 للميلاد وتم هدمه ولم يتبقى منه شيء وبعد 17 عاماً أقامه السلطان قايت باي وأجرى فيه المياه يعتبر هذا السبيل تحفة فنية رائعة الجمال وهو بناء مربع الشكل تعلوه قبة حجرية منقوشة عليها زخارف نباتية بديعة وفيه ثلاثة فتحات للصيقاية من الجهة الجنوبية والشمالية والغربية وباب صغير في الجهة الشرقية هذا المكان المبارك يحوي كنوزاً تاريخية لا تقدر بسمن كل معلم عريق فيه يروي قصة وحكاية وكل عهد مر على المكان وضع لمسته فيه ليصبح تحفة معمارية لا مثيل لها في كل بقاع الأرض